السابع والثامن من كانون الثاني 2013 أول تاريخين لموعدين سياسيين في السنة الجديدة الموعد الأول لهاية الحوار التي دعا رئيس الجمهورية إلى نعقادها الأجواء حتى الآن تشير إلى أن هذه الجلسة لن تنعقد إذ لن تشارك فيها قوى الرابع عشر من أهذار وفي مجلس النواب بعد يوم على الموعد الأول اجتماع للجنة المصغرة المكلفة بحث قانون الانتخاب والتي ستجتمع بين مرتين وثلاث مرات في اليوم الواحد علما أن ثمة إشكالية تعترض عملها وتتعلق بمن سيرأسها إذ إن نائب رئيس المجلس فريد مكاري لا يترأسها لأنه سيبقى في الخارج لأسباب أمنية في هذا الوقت انشغل الوسط السياسي بخبر عودة وزير الداخلية السورية إلى بلاده بعد فترة أمضها في مستشفى الجامعة الأمريكية غادر وزير الداخلية السوري محمد الشعار الذي كان يعالج في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت غادر على متن طائرة خاصة متوجها إلى دمشق مصادر مسؤولة ذكرت للأم تي بي أن وزير الداخلية السوري أخرج من غرفة المراقبة في مستشفى الجامعة الأمريكية قبل اكتمال علاجه لأسباب وصفت بالهمة ومنها حسب المصادر أن الدعوة التي تقدم بها المحامي شندب واعتزام حوالي مئة من أهالي باب التبيني إرفاق دعاوة ممكن أن تشكل اتهاما بالقتل الجماعي ما يجعل الوزير الشعار تحت طائلة الملاحقة من قبل القضاء اللبناني الذي لا يمكنه إلا التعاطي الإيجابي مع الدعاوة المرفوعة إضافة إلى ذلك هناك معلومات وصلت إلى السلطات السورية بأن دعاوة دولية كانت سترفق ويبلغ بها لبنان بخصوص قيامه أيضا بمجزرة التبيني في عام 86 وهذا ما سيضع القضاء اللبناني في وضع حرج وذكرت المصادر أن اتصالات حصلت في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة بين جهات لبنانية والنظام السوري قضت بنقل الشعار على أن يصار إلى تتبع وضعه الصحي داخل الأراضي السورية على يد فريق طبي متخصص كان حضر إلى دمشق قبل نقله إلى بيروت اشتركوا في القناة